دشن الأستاذ عادل أحمد بعكاب المدير العام لمدرية الشحر بمعية الأستاذ سالم الغرابي مدير مكتب الصحاب المديرية البرنامج الطبي لمرضى العيون والذي يشمل على فحش ومعاينة صحاب المياه البيضاء وزراعة العدسات المجانية ويسهدف البرنامج الذي جاء بتمويل من مركز الملك سلمهنة للغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى هيئة اليحية للطب وجراحة العيون 300 حالة معاينة من مديرية الشحر والمديريات الشرقية وفي التدشين شاد المدير بعكاب بجهود مركز الملك سلمانة ومؤسسة البصر الخيرية في تنفيذ مثل هذه الأعمال الذي تصوب في خدمة المرضى بمختلف شرائحهم وخاصة كبار السن اشتركوا في القناة